الجزء الاهم ويمكن يعني ممكن نختم بيه الجزء الاهم توقعات كل برج اللي جاي اللي جاي? انت قلتيلي ايه شخصية الجوزاء مع كل برج عايزة ان اتوقع للي جاي هو اللي جاي لو هنتكلم على مين ايفنت في الكسوف بتاع بكرة بكرة فيه كسوف للشمس في برج الجوزاء في برج الجوزاء اه هو الكسوف ده فاختاري بقى نتكلم عن الكسوف ولا نتكلم عن علاقة الجوزاء بالابراج انت قلتيلي هقولي الكسوف في الابراج كلها ايه اللي هيحزن? يعني خلي بالكم من ايه? تمام هنت كده لكل الابراج عايزة ان نقوله دلوقتي اه يعني عشان كل اللي بيسمعونا سريعا لان انا حتى مش مجهزة كلام انا هقوله بحتاجله انا عارفة ان انت مش مجهزة بس انت مش محتاجة تجهزة حاجة يعني فيه بكرة كسوف ابس الزهايمر صعبه على فكرة مكتشف مرض الزهايمر من موليد برج الجوزاء اصلا ده لازم طبعا هو اللي تجهزة ده مجهزة حاجة اصلا طيب الكسوف ده هيعمل ايه في الابراج? لا ايام اللي جاي طيب كسوف بكرة هيكون في برج الجوزاء وده اخر كسوف اول كسوف السنة دي واخر كسوف في برج الجوزاء بقى له سنة ونص بيحصل عنده فبرج الجوزاء بالنسبة للحمل الكسوف بكرة هيعمل تغيرات في علاقاته لانه بيته التالت علاقاته باصدقاءه علاقاته بقريب بالقريبين منه بالمعارف ممكن يعطل له مشاويره فيخلي باله من الحاجات يشو محصلش فيها لقبطة بالنسبة للطور في الفلوس يخلي باله انه ممكن من النهاردة او من مبارح يلاقي فلوس خارجة او في لقبطة بيدور على فلوس مش تلاقيها لانه كمان عطارد بيتراجع فيعني التور يخلي باله من فلوس يعني كده بسرعة كده الجوزاء في بيته الاول يخلي باله على نفسه بشكل عام وفي ثقته بنفسه ما تهتزش السرطان ما يبقاش موسوس ما يبقاش شكاك اي حاجة يعني يدور على الحقائق وما ياخدش خطوة اليومين دول خالص يستنى لغاية الاسبوع الجاي على الاقل عشان ياخد خطواته تبقى مضمونة الاسد ما يعملش مشاكل اجتماعية او مشاكل مع الناس في الشارع العزراء يخلي باله من الامج بتاعه من بريستيجه من شكله قدام الناس من سمعته الميزان يخلي باله لو على سفر انه ممكن حاجات تتغير في اخر لحظة شنطة طوه شنطة ضيعة تتنسي الباسبور ما يبقاش معاه كل حاجة تخص السفر لو عنده دراسات انتحانات جمعة يخلي باله جدا ويركز فيها العقرب يخلي باله من اعداءه الايام دي القوس يخلي باله من الشريك ويخلي باله لو عنده قضايا ما يرفعش قضايا قانونية دلوقتي مش وقت مناسب ابدا يصبر على الاقل للاسبوع الجاي الجادي يخلي باله من صحته يخلي باله من اللخبطات اللي ممكن تحصل في الروتين اليوم بتاعه العادي اللي مش محتاج مجهود ولا تفكير لكن ممكن يلخبط له يومه كله الدلو يخلي باله على اولاده يخلي باله على نفسه من الحوادث العرضية اللي ممكن تحصل في المطبخ جروح خدوش كسور حروق الحاجات البسيطة دي يخلي باله منها الحوت يخلي باله من اي حاجة ممكن تحصل جوه البيت او مع حد من البيت ما يبقاش فيه مشحنات او مشاكل او يبقى فيه اي خسائر جوه البيت ده كل الابراج بشكل سريع جدا ده الكسوف مع تأثيرها على الابراج الكسوف مع تراجع عطارد في برج الجوزاء نفسه فهو اللي عمل لنا الافلة دي كلها طيب اخر دي يقتين برج الجوزاء بما ان احنا النهاردة يا جماعة بطل الحكاية وبطل الرواية النهاردة وبطل الحلقة هو برج الجوزاء برج الجوزاء الرجل بيتوافق مع ابراج ايه نسائية كل الابراج نسائية يا ساتر يا رب برج الجوزاء مفيش حد ما بيتوافقش معهوم محبوب بالطبع احلى زيادة بس فيه علاقات ممكن يعني بعد الشدة الاولانية دي تلاقيين سحب فورا ومرجعش بقى تاني والعلاقة بتبقى قصيرة جدا افتكر منها ممكن التور والعقرب هم مولود الجوزاء بيبقى صعب ان هو يستمر معهم فترة طويلة التور الى حد ما ممكنش يشتغلوا على نفسهم هما الاتنين ولكن مع العقرب بتبقى علاقة صحبة اشتركوا في القناة